قال سيد رئيس عبد الفتاح السيسي إن الدولة تتمكنت من القضاء على الفكر المتطرف وضف الرئيس السيسي خلال حضوره الندوة التثقفية للقوات المسلحة بمناسبة يوم الشهيد أكد أن ثمن التضحية لا يمكن أن ننساه لتحقيق استقرار الدولة وأن كل ظرف مر على الدولة خلال العشر سنوات الماضية له تكلفته يجب أن يتحمل تبعاتها الجميع الحرب سبعة وستين وثلاثة وسبعين وحتى الحرب الأخيرة اللي احنا عدنا تقريباً فيها عشر سنين اللي هي يعني كنا بنجابه فيها يعني فكر منحرف متطرف استباح دمنا واستباح مستقبلنا استباح دمنا واستباح مستقبلنا أنه يخرب بلدنا زي ما الدول كتير اتخربت وزي ما دول كتير راحت فكان متصور اللي ممكن يعمل ده ولكن برضو بإخلاص ودماء أبنائنا سواء اللي استشدوا أو اللي أصيبوا كان فضل كبير قوي من ربنا علينا أن تنتهي بفضل الله باللي احنا اتحقق لغاية دلوقتي ترجمة نانسي قنقر